مشوار منتخذنا الوطني في هذه البطولة. شايفوه هيمشي ازاي؟ يعني ان شاء الله لما نعدي الدور الاول. الدور التاني الوضع هيبقى فيها. انت الدور التاني هتخدش على المجموع اللي جنبك. اللي هي دوبة فيها الدنمارك. الدنمارك تونس بحرين بلجيكا. النهاردة حتى تونس خسرت من بلجيكا. فموقفها صعب. اه يعني. تعزم بعض الشيء. اه. اه موقف تونس صعب. انت عندك بلجيكا. الدنمارك بحرين او تونس. ان شاء الله تمنى اللي اتنين يطلعوا بس طبعا ايه انبعو ان موقف ما بقى صعب يعني. انت عندك توجت نظر يعني انا شايف انك هنطلع شويتك عندك مواحد دقيل. مواش تقيل مش اا ضعيف. الدنمارك اعلى من ننا. ده في الليفل اعلى من ننا. مفهوم. بس مش اعلى من ننا. الملا هو اللي انت كنت لسه عملو لي كده. الملا هو ده مش ده. أية اعلى من ننا هنا. الدنمارك اعلى من ننا في الليفل ده. صح. اللي انت ممكن الناس لو مركزها بحالة مبارح والناس في يومها في يومها الناس محضرة للمطش كويس قوي ان شاء الله ان شاء الله سهل مش يعني ممكن تكسب مش مش مستحيل لأ ممكن تكسب مش بعيد احنا محتاجين نكسب الدنماركي مش محتاج تكسب الدنماركي قوي برضه انك انت قريدي انت بعد كده بياخد اول وتاني بالزبط انت اسو هزوف تاخد التاني بس التاني المشورة صعب مع هذه المشكلة انك انت التاني مثلا تخبط في الاول انها اللي هي من مجموعة السويد اللي هو 90% هيبقى السويد مثلا فانت التاني هتخش في السويد في ارضها برضه هتخش في مراحل صعبة بعد كده تخش في مراحل صعبة بعد كده وان شاء الله يعني لو الدنيا مشت كده وخبطت يعني انا انا مطش الدماركي مايفراش معها قدي ميفرق معها مطش للهربعة اللي هو السويد السويد او وطفر ان شاء الله نطلع اول مسلا هيبقى الايسلندا ماجر اي حد وطفر اي فرقة جاية مع السويد يعني ههو ده الماتش بالنسبة لي ههو ده ماتش البطولة عظيم جدا إن ده خلف